قطوعات في شوارع رئيسية داخل المدينة بعد أن فاضت الشوارع ومواطنون يخرجون أثاثهم التالف بعد أن دخلت السيول الطينية منازلهم هي مشاهد تتكرر للمرة الثالثة خلال فصل الشتاء محافظ أربيل أعلن حالة طوارئ لغاية يوم غد الجمعة فالتوقعات الجوية تفيد بمزيد من السحب الثقيلة الحبلة بالأمطار في منخفض جوي يستمر لعدة ساعات لا خسائر في الأرواح تقول السلطات الفرق الحكومية مستنفرة لسحب المياه وفتح الطرق وتصليح الأضرار التي أصابت شبكة الضغط العالي للكهرباء فرقنا تعمل على تصليح شبكة الضغط العالي الرابط مع محافظتي دوهوكا والسليمانية وسنشهد قطعا للكهرباء الوطنية في عدة أحياء في أربيل وبناء على التوقعات فإنه طول الأمطار سوف يستمر لغاية يوم غد بوتيرة أكبر لذلك قررنا إدخال كل الفرق والمؤسسات الخدمية والأمن والشرطة وفرق الإنقاذ في حال التواري وفي ظل ضعف إجراءات مواجهة السيول الطيمية وتكرار مداهمتها لمنازلهم مواطنون يعبرون عن خيبة أملهم تجاه تكرار الحالة بحدود التاسعة صباحا فاضت مياه السيول داخل مجرى المياه وفاضت السيول لتكسر السواتر وخلال عشرة دقائق داهمت السيول حينا ولم تمهلنا من إخراج أثاث المنزل المياه كانت مرتفعة وبالكاد أنقذنا أنفسنا خسائرنا مادية لكن المشكلة أن هذا الوضع يتكرر بسبب غلق قناة التصريف بالقرب من البرلمان إذا فتحت هذه القناة فالمشكلة تنتهي لكن لا أحد يستطيع مفاتحة البرلمان ويلتفت لمصلحة المواطنين مخاوف المواطنين في أربيل تتجدد مع كل موجة أمطار وسيول في حين تعاني المدينة من غلق ممرات المياه الطبيعية بعد أن ملئت أو ردمت من أجل بناء مجمعات سكنية فيما تنقص المدينة البنى التحتية لمواجهة الفيضانات الإجراءات التي تخذتها سلطات محافظة أربيل من فتح قنوات التصريف وحفر ممرات مائية وبناء سواتر لم تسعي في المدينة فالأمطار جاءت من حيث لم تحتسب لتغرق عدة أحياء وشوارع داخل المدينة بسيول الأمطار التي هطلت على حين غره أيو برضاء الحراء أربيل ترجمة نانسي قنقر